بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكل متابعي قناة يا جرسات. واهلا بكم في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله فيديو النهاردة هنتعرف فيه على مشاكل او مشكلة استقبال الفدات. ناس كتير بتقول لك انا مش بستقبل الفدات وفي مشكلة عندي في الطبق. ان انا مش بستقبل الفدات بشكل كويس. وفدات كتير بتسقط مني لما بيبقى نازل فيد لماتش معين سواء على ثلاثة او سبعة او عشرة او حتى يوتل سات واحد وعشرين. مش بستقبل الفدات دي. ايه هو السبب اللي خليني مش بستقبل الفدات رغم اننا ممكن استقبل التردد الفلاني آآ باشارة كويسة لكن برضو الفدات مش جاية معي. ده هيكون فيديو النهاردة هنشوف فيه المشكلة سببها ايه? وايه هي اهم الترددات اللي المفروض تقف عليها علشان تستقبل الفدات على اقمار الفدات اللي هي يوتل سات تلاتة وسبعة وعشرة اللي هم اهم اقمار الفدات. ده فيديو النهاردة عشان ما اطولش عليكم. نبدأ على طول لروح للفيديو بتاعنا ونخش في الموضوع على طول. لكن لو اول مرة تشاهدنا طبعا ما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك وتابعين زر الجرس. عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة على القناة. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. اهلا بكم مرة تانية ومشكلة استقبال الفدات. مبدئيا كده عشان تبدأ تستقبل الفدات مش اول حاجة بتدور عليها وانت بتثبت الطبق هو استقبال الفدات. يعني يعني تركن موضوع استقبال الفدات او استقبال القنوات اللي انت المفروض تقف عليها انك بستقبل الفدات على جمع وتروح لاول لاهم حاجة وهي الطبق بتاعك. الطبق بتاعك لازم تكون عارف التغطية بتاعتك عاملة ازاي? وحجم الطبق بتاعك اللي هو القطر بتاعه. ظروفه ايه? سواء طبق مية وستين او مية وتمانين او مترين اربعين. لان حجم الطبق والتغطية والقطعة اللي انت مستخدمها والرصيفر اللي انت بتشتغل به كل دي مكونات استقبال وبتأثر على الاستقبال بتاعك. فانت لما تبقى معاك طبق مية وستين غير المية وتمانين غير مترين اربعين. لما يكون معاك قطعة غير القطعة لانفيرتو. لما تكون معاك قطعة معدلة آآ بقص حلقة او اتنين غير لما يكون معاك قطعة معدلة بفيد. يعني كل الحاجات دي بتفرق معاك في استقبال الاشارة واستقبال الفدات برضو. طيب اول حاجة هو الطبق بتاعك بالنسبة لزبط المدار. قبل ما تشوف الفدات شغالة او مش شغالة او بتستبلها او مستقبلهاش. لازم تستقبل المدار بتاعك من اقصى الغرب لا اقصى الشرق. يعني ايه? يعني انا حسب مكان الطبق بتاعي لو يجد معايا من الهزبة او من اربعة وتلاتين غرب. لحد آآ اقصى الشرق اللي هو مية شرق. بالنسبة للاطباق المية وتمانين مثلا. لا يستقبل مية شرق. يبقى انت تقدر تجيب الايه? المدار بتاعك متكامل. ما ينفحش. يبقى انت عندك المكان مفتوح على السطح. ومستقبله مسلا من الهزبة لحد الايراني وتروح مسلا على آآ تسعين او مية شرق وتلاقي مش جاي معاك على المية وتمانين والمترين اربعين. لو المكان عندك مفتوح. يبقى انت الطبق بتاعك لسه محتاج شوق. زبط المدار بتاعك تمام? وعليكت مشاكل الطبق بالنسبة للفتل والكلام ده كله. تمام? تبدأ تيجي للنقطة اللي بعد كده وهي القطعة. القطعة اللي انت شغال عليها لها تأثير في استقبال الترددات الضعيفة بالنسبة للترددات السوبر والفدات. تروح مسلا على تردد زي تلاتة وعشرين شرق تردد زيجو سبورت او اس بي ان. تشوف التردد ده بتاع زبط البقرة. تروح على قناة داز ايرست هي آآ الموجودة على اسطرة تسعتاشر سواء المية وتمانين المترين اربعين. تستقبل التردد ده لان التردد ده حساس جدا زيه زي الزيد اف وي الترددات الضعيفة. اما تستقبل الترددات دي كلها استحالة لما تكون مستقبل الترددات السوبر تمام بالنسبة للاسطرة والتركوماني والترددات الضعيفة ان انت ما تستقبلش الفدال. يبقى تزبط طبقك من اقصى الغر بالاقصى الشرق بعد كده تحل مشاكل الطبق بالنسبة لو موجود فيه فتل او كلام من ده تاخد الفتل بتاعه على ايدك مش على البلاط فتل البلاط اللي احنا بناخده اللي احنا ندوس على الطبق ده انت كده حليت نص المشكلة النص التاني او خمسين في المئة من المشكلة ما تحلتش بتزبط بقى فتل الطبق على وضع الطبق نفسه ان شاء الله هعمل لك فيديو ازاي تاخد فتل الطبق وتقف على تردد وتبدأ تلف على حروف الطبق وتحل مشكلة فتل الطبق تمام زبطت مدارك خدت الفتل بتاع الطبق وانت واقف عليه استقبلت الترددات الضعيفة اللي بتتأثر بالفتل وحروف الطبق زي الداز وزي الزد اف والترددات الضعيفة وجات معاك تمام بعد كده تروح ليه تعديل القطعة المناسب التعديل المناسب تكون معاك قطعة كوية مناسبة مش كوية مش هقول لك هات انفيرتو بالف جنيه وبالف ومئتين جنيه النهاردة لا انت لو قطعة زي النوفا او قطعة زي القطعتين دول ممتازين معاك قطعة قديمة زي او قطعة زي او قطعة زي البريفيكس آآ اللبني القطعة دي كويسة جدا لو في الحاجات القديمة وعندك التورمال الطويلة والمسدسة القطعة دي كلها كويسة ده بالنسبة لموضوع القطعة طبقك مسطح بتقص حلقتين او بتجيب فيد مدرج طبقك عميق والطبق العميق ده حط تحته مليون خط فيد فوجي او فيد مستوي تمام او تدريك خفيف على حسب امك الطبق وتعدل التعديل المناسب للطبق بتاعك وتشتغل على الطبق لحد ما تستقبل كل الترددات اللي انا بقول لك عليها بالنسبة لترددات السوبر على الاسطرة 19 وتردد اس بي ان وتردد زي جو سبورت على اسطرة 23 انت لو طبقك 180 او 160 زي جو سبورت واس بي ان ما تقلش معاك عن واحد وتسعين في المية واحد وتسعين في المية لازم تجيب معاك واحد وتسعين في المية لو ما جابتش ممكن تجيب معاك اتنين وتسعين على الطبق المية وتمانين لو انت معاك وفي كويس هتجيب معاك اتنين وتسعين لكن على المية وستين والمية وتمانين واحد وتسعين بالنسبة القسطرة 23 هاتي الاشارة دي على القسطرة 23 ابقى انت طبقة 100 بالنسبة ليه للحروف تمام مفيش فتل والبقرة تمام نروح بقى لنقطة الفدات انا زبطت كل حاجة اخر حاجة ادور عليها هي الفدات بعد زبط المدار واشوف الترددات الضعيفة واخد فتل الطبق واشوف ترددات الصوبر انا مستقبل كل ده هروح للفدات مليون في المية لما تروح تشوف الفدات هتلاقي كل حاجة تمام لكن ما روح شيء من الاول على تردد تمام او ترددات الفدات وابدأ اشوفها عامل ايه لا انا عايزك تبدأ باللي انا قلت لك عليه واشوف النتيجة بعد كده تبقى معك عاملة ازاي طيب ايه هي الترددات ان انا اراجع عليها اوقف عليها بعد ما زبطت الطبق بتاعي زي ما انت قلت اوقف عليها لو جينا نروح كده للطبق بتاعنا ونشوف الرصيفر احنا دلوقتي واقفين على تلاتة شرق اللي هي تردد القناة المغربية اللي هو قدامنا على الشاشة احداشر ستمية اربعة وخمسين افكي على اربع اربعة التردد ده جايب معنا اربعة وتسعين على طبق المترين وعشرين ده طبق متين وعشرين على المية وتمانين هجيب معك تلاتة وتسعين على المية وستين هجيب معك اتنين وتسعين بالنسبة لتلاتة شرق هات التردد ده وما تدورش على اي تردد تاني ليه بقول لك ما تدورش على ايه تردد تاني ده التردد المستقر على الامر لكن انت لو روح تتقيس مثلا على العراقية ممكن التردد ساعات بيفصل ويختفي ويرجع اشتغل تاني. في قطع بتشغل القناة العراقية مية مية. وفي قطع ضعيفة على القناة العراقية. فانت ما تقس بالقناة العراقية اول. خليك على الترضض ده استقبله على مية وستين اتنين وتسعين استقبله على مية وتمانين تلاتة وتسعين انا بكلمك في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه وبنصور فيه. حاليا التردض رافع التردض ده بيرفع معي خمسة وتسعين بالليل بالليل بالبشغال خمسة وتسعين طيب ده بالنسبة ليوتل سات تلاتة شرق نروح بعد كده ليه امر تاني ادي امر سبعة شرق يوتل سات سبعة شرق التردد اللي انت شافه قدامك ده تمام جايب خمسة وتسعين اللي هو عشرة سبعمية واحد وعشرين افكي على اتنين وعشرين الف انا عايزك تحفظ التردد دي لو مش موجودة عندك على ايرصيفة ننزلها التردد ده جايب معايا خمسة وتسعين عندك على مية وتمانين المفروض مسلا يجيب خمسة وتسعين ممكن اه ممكن يجيب خمسة وتسعين او هاتو اربعة وتسعين ما يقلش معاك على مية وتمانين على اربعة وتسعين ليه لان انت لما تجيب التردد ده اربعة وتسعين هتبدأ تخش في المجال بتاع الترددات الضعيفة على الامر لان التردد ده لو جايب معاك تلاتة وتسعين ممكن تلاقي نفسك مستقبل في الدولة الانجليزي اللي احنا هنجيب تردده دلوقت لكن في قنوات تانية ترددات تانية هورها لك اللي هم تلات ترددات مهمين او ترددين مهمين مش هتلاقي نفسك دخلت في النطاج بتاعهم فهتبدأ برضو تسقط بعد الفدات الضعيفة على الامر. طيب انا استقبلت التردد ده زي ما انت قلت? تمام? طيب على المية وستين استقبله كمام? التردد ده على المية وستين يجي معك تلاتة وتسعين اربعة وتسعين. ممكن توصل معاها على المية وستين لاربعة وتسعين في المية. ادي فيه الدوري الانجليزي. فيه للدوري الانجليزي زي ما انت شايف التردد بتاعه احداشر زيرو عشرة. احداشر زيرو عشرة. رأسي على سبعمتين. رأسي على سبعمتين. طيب التردد ده انا استقبله كام? هو على المترين اربعين. يجيب معاك اتنين وتسعين. هو كان بلقت دلوقت اتنين وتسعين. هو بيطلع وينزل. لكن هو في اغلب الاوقات بيبقى اتنين وتسعين. طيب لو انا جايبه تسعين او واحد وتسعين. هو عن مية وتمانين ما يقلش عن واحد وتسعين تسعين. تمام? على الطبق المية وستين هيجيب معاك برضو هيجيب معاك ستة وتمانين تسعين. على الطبق المية وستين هيجيب معاك ستة وتمانين تسعين. طيب. انا استقبلت التردد ده كده. هل انا كده تمام بالنسبة لسبع عشر? لا. انا عايزك لما تستقبل التردد ده في على الرصيفر بتاعك وياريت الرصيفر ده لي عامل مهم حتة الرصيفر لها عامل مهم لان المعالج هو افضل معالج انك تزبط به طبع افضل معالج تزبط به طبع يبقى انا دلوقتي اشوف الاشارة بتاعتي التردد ده لو لو جه معاك ستة وتمانين على الطبق المية وستين او جه معاك ستة وتمانين عموما حاول توصل بالتسعين او يلمس معاك واحد تسعين تمام علشان تبدأ تخش في الترددات اللي انا هقول لك عليها دهية اللي هما القنوات دي التردد ده اللي انت شايفوا ده اللي هو واحد عشر زيلو ستة واربعين افقي على اربعة تسعة تلاتة تمانين التردد ده جايل واحد وسبعين على المترين اربعين تمام ممكن المية وتمانين هيجيب معاك نفس الاشارة او يقل يجب ستة وتمانين او اربعة وتمانين بالنسبة للمية وتستين لو انت جبت التردد ده استقبلته باي اشارة يعني استقبلته مسلا اتنين وسبعين ستة وسبعين تمانين انت ممتاز لو استقبلته باي اشارة عن مية وستين انت ممتاز هتستقبل الفيد بشكل كويس انت ما يهمكشي الدرجة يعني ما يهمكشي ان التردد يكون عندك وقت الفيد تسعين في المية انت يهمك ان هو مسلا يجيب سبعة وخمسين اتنين وخمسين اربعة وستين بحيس ان انت تكون ما فيش تكسير في الصورة لكن ما استقبلوش خالص هي دي المشكلة يبقى انت هم حاجة تدور على اللي انت تستقبل الفيد بشكل كويس بس ما تدورش وما تجريش ورا الايه الارقام. طيب انا دلوقتي ادي تردد. التردد بتاع القناة التانية. اللي هو احداشر زيرو اتنين وخمسين افكي اربعة تسعة تلاتة تمانين. طيب التردد دي موجودة عندكم اشوف التردد اللي بعد كده. انت تشوف الترددات وتحفظها عندك هم تلات قنوات اهمت احداشر زيرو خمسة تمانية افكي اربعة تسعة تلاتة تمانين. دي بالنسبة للترددات بتاعك. طيب انا دلوقتي هروح لاخر امر معانا وهو امر عشرة شرق. كده احنا على عشرة شرق. كده التردد بتاعنا على عشرة شرق. اللي هو احداشر تلتمية ستة واربعين على سبع وعشين الف وخمسمائة. التردد ده اللي هو تردد قناة اي اف بي وان تمام? اللي هو موجود على عشرة شرق. التردد ده على عشرة شرق بتستقبله باشارة تلاتة وتسعين على الطبق المية وتمانين. طبعا هو معانا على المترين اربعين اربعة وتسعين ساعات بلاقة خمسة وتسعين. على الطبق المية وستين. هيجد معاك اتنين وتسعين او واحد وتسعين. هيبقى برضو شرطه ممتازة. يبقى انت كده عندك الترددات. عندك الاساسيات اللي المفروض تشتغل عليها قبل ما تبص على الترددات ديت. لو انت عملت اللي انا قلت لك عليه ومشيت بخطوات اللي قلت لك عليها. استقبلت اشاراتك ممتازة. وزبط طبقك بشكل كويس. من اقصى لغرب الاقصى الشرق. هتلاقي الفيدات مزبوطة معاك. ولو تعديلك مزبوط وحط على حتة تعديلك مزبوط دي مية خط. لان حتة التعديل بتفرق. لو التعديل بتاعك فيه مشاكل. هيأصل معاك على المدار كله مش على الفيدات بس. يبقى انت تستقبل الفيدات لما تزبط طبقك. لما تعالج الفتل بتاع الطبق. لما تزبط البعد البقري. والبقرة بتاحتك بتاعة الطبق بشكل كويس. وبعد كده تبص على الفيدات هتلاقي نفسك مستقبل الفيدات بشكل كويس وبأعلى جودة. واللي يهمك انك تستقبل الفيد مش اشارة الفيد. يعني ما تشغلش بالك اربعة وستين تسعين تمانين. انت المهم يكون الفيد عندك ما فيهوش اي تكسير ولا فيه اي تشويش. ده كان فيديو النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتم. لو في عندك اي مشكلة سيبها لنا في التعليقات وان شاء الله هنتكلم عن موضوع الاستقبالات آآ بشكل اكتر في الفترة الجاية. اتمنى تكونوا استفدتم. ان شاء الله في فيديوهات جديدة على القناة. اشوفكم على خير. دعم انا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.